بداية أهلا وسهلا فيك عبر الـ LTV شكرا أهلا فيك جي عاني شيء لا مش هالحال نحن نحكي عن أنواع الجوع وأسبابها شو أنواع الجوع عنا أربع أنواع جوع في كتير منا بيعرف نوعين اللي هو الجوع البيولوجي الحقيقي اللي منحسه وجوع العاطفي اللي نحن نفشخ بالأكل بالدرج بس في اتنين أنواع جوع نحن ما كتير معهم اللي هني عنا جوع العملي مثل أنا قبل ما أجي على الانترديو ولو ما كنت جوعاني أخذت السناك لأنه عارفي عندي أربع ساعات ما رح أقدر أخذ واجبة فيهم أولا بتفيدى أنه يكون عندي جوع كتير عالي لما بدي روح البيس وما بعمل أوفر إيتينج أو تانيا كرميل ما حس أنه عندي لو أنيرجي هيدا هو الجوع العملي اللي أنت بتاخد سناك أو ميل صغيرة قبل وقت الميل حتى لو منك جوعان بس كرميل تتفيدى أوفر إيتينج ليتر أوكي وعنا جوع التذوق هيدا إذا أنت كنت بمطرح منك جوعان بيولوجيا أنت شبعان بس قطع شي قدامك أوشان ما تريحها استحلات هيدا الشيء اسمه الجوع التذوق سو هون عندك بيصير بدك هيدا الشيء أوكي هيدا تاني نوع جوع تالت نوع جوع اللي هو البيولوجيا اللي كنا بنعرفه هيدا عادة بيصير لما الدماغ بحيث بده أنيرجي جسمك بده فيول طاقة بيبعث أوردر بيصير عنا فيزيكل سيجنلز الجسم بيستشعر فيها وبالتالي بيكون هيدا رغبة بالأكل رغبة بالأكل والسيجنلز هني يعني كذا سيجنل لتميز الشوع البيولوجي عنا العاطفي هنحكي فيهم لبعدين هلا يوجد عنا الجوع العاطفي اللي هو أنت فعليا أكلت وجباتك منك جوعان بس فجأة بيهب عندك هيك حالة من أنو بدي أكل شي عبيلي أكل شي هاي الكلمة اللي كلنا بنعرفها وبتصير بدك تأكل يمكن حلو يمكن مالح ماناك عارف شو بدك وما رح تكون ساتيسفايد وهيدا بيخلق فجأة يعني أنتا ما بيكون ما بيكون في عندك شو بيقوله مثل إنذار قبل بوقت فجأة بتحس إنو هي شو عبيلي بدي أكل شي هلا بصير في أرج قوية هيك على البرات الضغري أو على اللي بيطلع بيوجيه مية بالمية هيدا هو الجوع العاطفي يجبلي هو اللي نعبي فيه مشاعرنا يعني منشبع فيه مشاعرنا مش بطلنا يعني هيدا ما بيكون لجسمنا يعني بيكون عبارة عن قلق حزن فرح كل حدا فينا بعب يعني في ناس على البسط بتاكل في ناس على الزعل بتاكل في ناس إذا في ناس إذا زهقانة فهو تعبية لمشاعر يعني أنا ممكن يكون زهقانة تروح فيش خلقي بالأكل ممكن يكون زعلانة كمان نفس الشي روح كمان عبي مشاعر بالأكل ترجل حبيب بتفشي خلقي بالأكل مية بالمية في كتير ناس عند الزعل ما بتاكل بس في ناس بالمقابل ما بيكلوا إلا إذا زعلانين هي بترجع أوقات لسولوكيات نحنا نميت معنا من زغرنا من طفلتنا هيدا السولوكيات بتتعبى باللوعي أوكي فاللوعي عنا بيكون عم يربط هيدا المشاعر بالأكل يعني بيكون الأكل هو طريقة تنعبر عنا شو الفرق بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي وكيف بيقدر ميز بينتهم؟ أوكي الجوع الحقيقي أول متل ما قلت قبل شوي تدريجيا يعني بيوصل الأوردر من البريين على الجسم بيبلش عندك خرخرة البطن بتصير عندك التركيز جاءت بطل عم بتركز تحس أنه عندك تعب تنعص ممكن يصير عندك تعصيب فعلا بعصبع الجوع يعني عن هاي اسمه بتعصف إذا جاءت بيصير عندك تعصيب وجع راس والتيب هؤل كلهم إشارات أنه أنت جسمك فعاليا بد وطاقة أوكي أما الجوع الإموشنال وبعد شغلة أن الجوع الحقيقي تساتسفايد أكلت خلاص بتحس أنه you're full شبعت وخلاص وقفت هون دايمة بما معنى دايمة بمية بالمية لما وقفنا هون أول شي ما بتعمل overeating تاني شي بتكون عم تاكل ميندفول يعني أنت عم تستشعر جسمك عم بعم يوصل الأوردر لدماغك أنه أنت أكلت شبعت خلاص you're full بتوقف الجوع العاطفي بمقابله بيجي فجأة أنت أكل منك جوعان فعليا بيخلق فجأة هيدا الجوع ومبطر شو بدك تاكل يعني ما في شي ساتسفايزت يعني ممكن تفتح البرة تحمل علبة البوزة تاكلها كلها ما بتحس أنه أنت أكلت هيدا علبة البوزة تحس أنه بعد بدك بعد بدك وهو شو بيصير سايكل يعني أنت أكلت لأنك زعلين زعلت لأنك أكلت وأكلت كتير ترا بتاكل تعملي دايت هون مشكلة هيدا الجوع دايما بيصير يعني أنت بتاكل بدون وعي أولا ثانيا ممكن تاكل بتشبع بس تضل عم بتاكل ممكن أكلت كيس تشيبس مشبعت وحدي شوكولات مشبعت بتضل عم بتاكل هيدا الإحساس بعدين بس تتوقف هتوصل لما ترح تحس أنه أنا فعليا ضعيف قدام الأكل أو ما عندي باور حتحس بالزنب حتحس بالخجل أنه أنت كيف عملت هيك فكتير ناس بتوصل لهون ما بتقدر تلاقي الحل يعني بتوصل لهون بتضلا بهيدا السيركل زعلينة أكلت حسيت بالزنب زعلت بدال هيدا السيركل ومثل ما قالت ما بيوصل لما ترح بالساتسفاكشن أوقات ما تصير هيك أوقات يمكن نلاقي الحل أوقات ما من لاقي كيفينا نلاقي الحل بهيك أمور أوكي أنا أول شغلي بنصح فيها أنه نحنا لما نحس بهيدا الجوع أوكي مثل ما بيقول إن رائب يعني يكون عنا مثل نعم الـ أنا مثلا هلأ قاعدة ما بنشي في شي عصبني أمت عالبراد يعني بعمل مثل بشوف أنا المشاعر اللي عم بتعمل عندي هيدا أوكي ودايما بقول 5 minutes pause يعني إذا أنا قلت لحالي لأ ما بدي أكل ممكن هيدا الـ تلعب على دماغي إنه لأ أميها لأ أميها لأ أميها كي هو ولا الأكل حلو بس الأكل حلو بس باعتدال لأنه مثل ما بيقول المطل كل شي بالمعنى زيد كل شي زيد عن حدو نقص بالمعنى نقص حلو هو طاقة لجسمنا أبدا الأكل منه شي بشيع ومنه شي عاطل ومنه عدونا أنا بحب الأكل وبشجع يعني بس كل شيء لما نحن نعطي حالنا هيدا البوز إنه خمس دقاية لأعمل لأشوف أنا شو حاسي لأختبر مشاعري ممكن إذا ضلت هيدا الـ قوم أخد شي من البرات بس بدي أخده عروا يعني إذا قمت شي بتلوح شوكولة ما بدي أكل لوح شوكولة مثل ما أنا عادة بالتهم لوح الشوكولة مثل ما بيقول أنا أنا على التعصيب الواحد فعليا ما بحس تخلص فاتح عشر الوح شوكولة هيدا حالات كتير بشوفها فبدل ما قوم افتح عشر الوح شوكولة بيخد لوح شوكولة بيكل لوح شوكولة عروا عمهل بشوف حالي شو عم بستطعم فعليا هيدا الشي اللي عم بريحني أوكي مش هيدا الشي اللي عم بريحني بوقف يمكن روح شي تاني أنا زالين فيه اكتب فيه احكي صديق فيه روح امشي فيه اخد شاور فيه كزا طريقة فيه كزا حال يعني وعلى اساسها بنعمل شوف شو كان الحل اللي ساعدنا شو قبل ما نشوف الحل ما نشوف التريجر كمان يعني نشوف التريجر نحنا بأي حالة رحنا للجوع العاطفة أو للأكل العاطفة وشو الحل اللي قدرنا نستفيد علي اوكي فيه اوقات عنا قطع امام بتحسلنا مزاجنا بتعطينا سعادة مثل الشوكولة اوكي بالنسبة يمكن للشباب أو للبنات بس اننا دايما مختصة بالبنات موضوع الشوكولة انو الشوكولة بتجلب لي السعادة وغالاكسي وهالأمور هاللي عم نعموا الدعاية شكلنا لغالاكسي دايما فيه اطعمة بتحسن مزاجنا وسعادتنا يعني بتزيد السعادة شو هنالاطعمة وهل فيه اكل صحي عن جد بيزيد السعادة ايه اول شغلة السيروتونين ستين لسبعين بالمية منو بيتصنع بالغط عنا اوكي اوكي هو هيدا سيروتونين هرمون السعادة مثل ما كلنا بنعرفو فلهيدا الهرمون يتصنع بدو كاربس بدو ناشوية اوكي وبدو فايبرز يعني نحنا بدنا الهلثي دايات اكيد لنحنا نحس بهيد السعادة اوكي لانه بدنا الفايبرز بدنا الاكل الغني بالفيتامينز والغني بالماغنيزيوم تريبتوفان لانه كلهو اللي بيساعدونا للعقل يكون بصحة جيدة وبالتالي يكون عنا المنتل ههث بس اذا نرجع لدراسات العالم اللي بتتبع الدايت اللي هي فاتدايت او الدايت اللي فيها من فود جروب اوكي عندهم منتل ههث اكتر من العالم اللي بتتبع الدايت اللي هو الدايت طبعولها غني اوكي اكيد دايما دايما بقول شي جسمنا مثل السيارة سيارة لما بتعبي لها بنزين بتروح بتعبي لها بنزين انضيف صح اوكي لا يطول عمر المطار لا تضلها مشي جسمنا نفس الشي لما منعطيه الاكل الصحي لنضيف بيعطيه منتل ههث وصحة كمان فيزيولوجية بيولوجية جيدة اوكي عكس ما انك تعطيه الاكل اللي هو غير صحي اوكي يعني اللي عالي بالساتوريتد فاتس والمقالي بس اوقات السعادة بترتبط بالاشية الدسمة اوكي مع بعض الاشخاص صح اوكي مش ممنوع منع بيتان ممكن تقطع مرة بالشهر او او اذا كنا لك اذا اذا كنا لك انا دايما بتتبع شي اسمه 80-20 فينا نعيش 80 بالمية من حياتنا على طريقة ونظام صحي و20 بالمية خليه للكومفورت فود لللايف اللي هي مثلا اذا بدنا نظهر مع اصحابنا نأكل شي عبالنا It's okay we can do it. أنا I follow this. طيب الامرأة بالدورة الشهرية بتحس بيجوع كبير سواء كان مالح ام حلو يعني بتطلب اشياء عبالة اكل اشياء حلوة عبالة اكل اشياء مالحة ما الفرق بينهم ليش في نساء بتطلب حلو ونساء بتطلب مالح وشو الاختلاف بيصير بهيدا الوقت اوكي يجوالي بالدورة الشهرية عندنا الهرمونات تتلخبط بالجسم يعني عندنا الاستروجين بيوتا الاستروجين اللي هو بيعطينا بيعطينا كمان احساس بالشبع اوكي البروجستيرون بيعلى البروجستيرون مسؤول عن الميتابوليزم بالجسم لما بيعلى البروجستيرون بيزيد الميتابوليزم يعني معدل الحرق اوكي اوكي وبيزيد الشهية لما الجسم بده انرجي اكتر فطبيعي بده طاقة اكتر يعني فيه جوع زيادة بيزيد الشهية وكمان عندنا السيروتونين بالغوت بيوتا هو سيروتونين هيدا هرمون السعادة فبيروحوا بيلجأوا الكمفورت فود الكمفورت فود عند كل حدا فينا مختلف يعني انا ممكن ميل للأكل المالح فيه اشخاص بتميل للأكل الحلو هيدا اللي بيفرق وكمان عندنا اللبتن اللي هو الهرمون الشابع كمان بيوتا فهيدولي هني يعني هيدا هي ان جانرال اللي بيصير انه نحنا بيعلى عنا الميتابوليزم بيزيد عنا هرمونات الجوع فطبيعي يكون الجسم بحاجة لطاقة اكتر تضبط هيدا المرحلة بموضوع الاكل؟ تضبط اوقات اذا بدنا نضبطها فينا حسب قديس شيز كريفي اوكي يعني انا بقول اذا انت مثلا عبيلك تاكل قطعة حلو وحسيت انه لابد منها قطعة الحلو كلي قطعة الحلو بس يمكن ما تاخدي قطعة صغيرة ما تاخدي قطعة كبيرة كلمال ما تروح تاكل واحدة اثنين ثلاثة اربع من الفوك اللي هني هيعضل قطعة الحلو بس she's not satisfied نفسيا كمان بتختلف الاطعمة خلال هيدا الفترة يعني بتلاقي اوقات اضطرابات نفسية عم بتصير بهيدا الفترة هلأ هي على زعل على فرح على حزن على ما بعرف شو بني فكمان الاكل بيساعد بهيدا الموضوع يعني هي حالة متل حالة الجوع نفس الشي لا اما الناس سيروتونين بيوتا هو هرمون السعادة اللي هي هلأ خلاص بتصير بتفوت بمود ما نعارف شو بدا قوطع ايه يعني في ناس كتير بيكونوا معصبين في ناس كتير بيكونوا زعلانين يعني الديبانس وكل يعني كل فترة السيدة او الصبية بتختبر مشاعر مختلفة الديبانس حسب هرموناتها قدام اه مش نفس المشاعر بتراودها كل شهر تقريبا بده تختلف لانو حسب ديبانس عن جد قداش فيه فلاكتشويشن بالهرمونات اوكي وقده هي اصلا صحاتها النفسية رادة منيحة او شي زين باد مود او ديبريست او عرفت قداش فيه ضغوطات بالحياة فكل فترة عن فترة بتختلف يمكن تكون تمرو بفترة it's all good وكلو under control تمرو بفترة تانية تحس انو لا she's not under control بده هيدا الشي بده اكتر comfort food بده اكتر فانا هون بروح انو فيكن تجربو تعملو سبورة على الخفيف اوكي مدتيشن، بريثين، هوت شاورز، تاخدو شي صخن يساعدكن فكل هولي موسيقه هادي كل هولي بحسنو النفسية شوي موسيقى موسيقى مانو عم نحكي عن النساء ايضا في عنا نساء بمرحلة الامومة وهي مرحلة الرضاعة اللي اول سنتين للاطفال بيعانوا شوي من اطفالهم يعني الاطفال بتصير ما بقى بتطلب غير الحليب الطبيعي تبع الام ما بقى بتاكل اشيات تانية كليا ولا بتاخد الحليب الصناعي اذا بدنا نقول شو الاكل المساعد للام لتقويته جسديا يعني لا تكون قوية بهايدي المرحلة اللي هنه خلال السنتين اوكي هلا اول شي بده تركز انه تاخد دايت منوع يعني بده تروح تاخد البروتين اهم شي تركز انه يكون دايت طب علا فيه بروتين لا تقدر عم تتغزى وتقويل عضلات عن دلان احنا بنعرف ان البروتين مسؤول عن المسلز والتشوز بالجسم تاني شي بده تاخد الاشيات اللي تعود لها الكالسيوم والفايتامين دي يعني اذا هي عندها نقص ممكن تاخد سبليمينتس الونج كمان مع الدكتور طبع اللي عم بتابع حالي طب يعرفوا شو نقصها بده تاخد الاكلات المغزية اللي دايما مثلا بدنا نركز على الخضار والفواكه بدنا نركز على البقولية كتير فيهم معادن وفيهم فيهم 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 كاربس وفيهم بروتين فكتير مهمين للجسم وكمان مثل ما قلنات السمك الاميغا ثري بالزيوت كمان مهم في عنا الدايري بروتكت كمان هول مهمين فهو لازم يكون الدائت طبعول متنوع من كل شي وما تقفي وجباتها يعني لازم تاخد وجباتها انتار كم وجبات قريبا لازم تاخد بنهار تقريبا اذا هي بتاخد وجبة صغيرة فينا نوصل لخمس وجبات واذا هي بتاخد وجبة معتدلة منيحة تمشي ثلاث وجبات مع اثنين سناكس او ثلاث سناكس حسب قدي بتردع كم مرة بنهار قدي هي صحتها اصلا يعني جسديا قوية او هي ضعيفة كل مرأة بتختلف عن تانية لازم تمتنع عن شي بهيدي المرحلة هلا هي اول فترة نحنا منقول اول فترة ترضاعة منمتنع عن الاشياء الحامية يعني البيبي ما بيقدر يتقبلها او اللي ممكن تعمل في الاشياء الحامية مثل التوم مثل البهارات مثل الحار هولي بيوصل يعني بيوصل طعمتهم بالحليب للولد فاكيد بدأ تمتنع عنه بس بفترة متقدمة من الرضاعة بيكون اكيد الولد هي صار بدأ يوقف طيب مية بالمية هي صار بدأ يوقف ولكن عم يضلوا الولاد لمدة السنتين واكتر بشوية صغيرة بهيدي المرحلة شو الحل يعني شو لازم نعطي للولد خلال مرحلة السنتين او اول سنة ليقدر يأكل اكل الى جانب الحليب الطبيعي مش نلغيه ولكن مش يكون اساسي يكون ثانوي اوكي هلا نحنا يجولي عالستة الشهر منبلش ندخل بالضايت للاطفال اكل اوكي اوكي يعني بيبلش كل كل ولد مثلا منبلش بشي نوع من الفويكة او نوع من الخضرة نوع من السيريوز منبلش نفوت له عالضايت طبعه اكل لا يتعلم المضغ لا يتعلم مصرانه ياخد هيدول الاكل هلا الونج مع هيد البروسيدجور اذا هو الولد ما عم يرضى ياخد شي غير حليب الام بيصير هون بده متابعة اكتر مع الدكتورة لا تعطيه مثلا مكملات غذائية بس شو فينا نعطيه اكل مفروض مثلا بعمر السنتين الولد يصير يأكل كل شيء مثلا بديو ياخد اهم شيء الدايري بروتكس يعني مثل حليب ومشتقاته كاملة الدكتور بديو يكون في يكل بيت بالضايت طبعه بديو يكون في فويكة خضار كله هو اللازم يعني حتى البروتين بديو يكون موجود بالضايت طبعه ما نحنا عم نعم يعني هو صار تقريبا انفنت يعني بيبي بس بطل بيبي صح عم نحضره للمرحلة التانية بيكون بدل المصران يتحضر للهضم الفاكل المضغ مية بالمية سو هون بتصير هي من عمر ستة شهور وطلوع تدريجيا طيب بياخدوا شي بهذه المرحلة كمان للشهية او لتزيد شهية عنده للبيبي منشان يقدر يتقبل مأكلات اخرى احنا بنعرف يعني من اهالينا بيضلوا الاهر ريكدين وره الولاد تعكل تعكل ما بيكلوا بيضلوا عم يعبو هلا لانه في برسنتايل زمع يعني اذا الولد كان عمره وزنه طوله كله طبيعي ما في حاجة يعني اذا كان بصحة سليمة وهو عم يكل الاكل اللي عم يعطيه النمو الكافي فمنه بحاجة بحالات بحاجة بتابع مع البيدياترشن اللي عم بتابع حالته بشوف شو نقصه يمكنكو عنده نقص فيتامينات يمكنكو عنده مشاكل صحية معينة عم بتخليت اه هيدا فمنتابع الحالة كل واحدة بوحدته طيب عم نحكي عن نقص الفيتامينات خلينا نحكي عن البالغين اللي هن رجال او او نساء نقص الفيتامينات يؤدي الى زيادة الوزن او فقدان الشهية اوكي هلا دراسات عم بتعمل كوريليشن بين نقص الفيتامين دي والزيادة الوزن اوكي بطريقة غير مباشرة بعد ما في دراسات مية بالمية عم بتأكد هيدا الشي بس بما انه نقص الفيتامين دي بيأثر عنا بيزيد التعب نحكي عن فيتامين دي فعملوا كوريليشن بين نقص الفيتامين دي وزيادة الوزن لانه مثل ما قلت لك بيزيد التعب بيصير في عنا جوينت بين يعني بواجعة مفاصلة بما انه الفيتامين دي هو مسؤول عن الابزوربشن طبعا الكالسيوم يعني والفوسفوريس من الدم فاذا كان عنا نقص فبيقل عنا الكالسيوم طبيعي بصير عنا كمان نقص كالسيوم فبصير في عنا واجع عدم فكل هولي بيأثر انه بزيادة الوزن طيب فيه اشخاص ما كتير بتحب تتعاطى هيدول الامور للفيتامينات كحبوب او كابسولات او او اي طريقة تانية بتحب تاخدهم عن طريق الاكل مثلا فيه اشخاص بتقولك انا بياخدهم عن طريق اشعة الشمس اشعة الشمس فيها فيتامين دي ما بدي اخد كابسولة او اخد حبة دواء فيتامين شو المصادر الغذائية الغنية بفيتامين دي او غنية بفيتامينات بتساعد الجسم وبتحسن من اداءه الجسدي وبيكون مساعد بهيدا العامل اوكي هلا اول شي بدنا نتفق عليه اذا نحنا عنا نقص كبير نلأكل لحاله ما رح ينشي الحال لانه اذا نحنا عم ناخد جسمنا ما بيمتص المسلا لتسايل عشرة الاف ايو بالكابسولة جسمنا ما بيمتصة كلها اوكي في بيرسنتاج معين بيمتصة الجسم اذا اذا نحنا اول مصدر للفيتامين دي نحنا كنا بنعرفه انه هو تعرض لاشعة الشمس تاني شي اللي بيجي بالكودليفر اويل يعني بزيود السمك تجي زيت السمك زيت السمك فهيدا غنية عالية بالفيتامين دي وكمان عنا السلمان عنا الاج عنا مصادر تانية عالية بالفيتامين دي بس مثل ما قالت لانه البرسنتاج او وجود الفيتامين دي طبعوله خفيف ما بعود عن السبليمتز اذا كنا بحاجة طيب تدخين افراط بشرب الكحول قهوة نس كفا هيدول تأثيرا على الجسد اوكي هو الاول شي انكزايتي اذا اذا بدك نبلش تدخين وكحول تدخين وكحول تأثيرا على الجسد بدم زيد يعني نعرف انه نحنا نيكوتين قدي هو مضر ومنعرف قدي الفلترز يعني الحرق اللي بيطلع من السيجارة مضر فكلن هول رزق لامراض كبيرة الالكول كمان بيقدي او بيخلينا لعرضة اكتر اذا كنا عم ناخد الالكول بإفراط لعرضة اكتر لامراض الكبد او تشمع الكبد سو هولتنا ينتون اكيد عندهم ضرر على الجسم كبير بيكفي انه كمان في سموم في عنا انكزايتي بيصير ممكن يكون عنا بالالكول يكون عنا ادكشن يعني يصير في عنا وعنا عمراض مصار طينة بتصير 100% طيب او قات كتير عالم بتوقف التدخين ولكن بيصير مع زيادة بالوزن بسبب ايقاف التدخين هل التدخين هو يؤدي الى ايقاف الشهية ايه عند بعض الاشخاص عند بعض الاشخاص هو اول شي التدخين بيعلى شوية الميتابوليزم يعني بيزيد الحرق بالجسم وعند بعض الاشخاص ايه بي مش بي بيعمل فقدين شهية بس بما انه وقفوا التدخين كل ما بدون يتذكروا السيجارة رح يلجأوا للاكد اكزاكلي سو هيدا اللي بيقضي لزيادة الوزن مع الوقت لجانب التدخين والكحول عنا القهوة والنسكافة اللي هناك اشياء مضرة بالمعدة يمكن تعمل حرقة بتعمل كتير اخبار بالجسم كيف فيني انا وقف هيدول الامور انا زال ما بشرب نسكافة بشرب قهوة مثلا مدخين بس ما بدي بطلون ايه بس ما بدي حرقة ما بدي بطلون وما بدي حرقة مية بالمية بدنا تضح وما بنا نقول اح كيف اول شي القهوة في الكافيين هي القهوة كمصدر هي مفيدة اوكي اوكي منا عطلة بس كترتها هي اللي بتقزي جسم هاي اولا عنا اثنين كبس بنهار تقريبا اوكي منا نزيد عنهم هيدا بيكون بالسيف سايد الناس كافة لانو فيه كريمر اللي كريمر هو غني بالدهون فهيدا الشي كمان هيأثر على الحرقة هيزيد الحرقة شو لازم نعمل فينا نلجأ لتبس معينين بس قدي بيخففوا الحرقة مع مع الاح والضح اللي اللي ميجين فيه اوكي من الشخص للتاني مسلا ناخد نلجأ لناخد كمية اكل قليلة نبعد عن الاكل اللي كتير مدهن يعني الفاتي فود بدنا نبعد والمقالي بدنا نبعد عنهم الاشياء السبايسي البهارات الحر كمان بدنا نبعد عنهم السودا الاشياء المشروبات الغازية كمان نجرب انو ما يكون وقت الاكل لابسين شي كتير دايق عاصر على المعدة كرميل عملية الهضم تكون مرتاحة اكتر وما ناكل ونتلقح ضغري يعني ما نتغضى ونتمدى نلغي له هيدا نلغي له هيدا المطل ونجرب ما نشرب مع الاكل يعني ما يكون في عنا ناكل ونشرب او نشرب سودا وناكل نخلي وجبة الاكل صغيرة متل ما قلت ناكل اكتر نبعد عن الاسيد كمان ايه اكيد فهول كلهم والحمضيات هول كلهم بساعدونا نخفف من هيدا العوارض بس اذا كنا وصلنا لمطرح لانه هي هيدا المصل بس تترخي هي مصل بتخلي المريء يطلع على الزلعوم بدل ما يكون محبوس بقلب المعدة اوكي هيدا المصل بس تترخي صاري عنا مشكلة فينا نقول عنا كرونيك فينا نعالجها بالانتاي اسيد مثل التامز اللي مناخدون سو هول هن التبس اللي فينا نعملون فينا اكيد اكيد نخفف من تناول الكحول القهوة ناس كافة والتتخين طيب فقر دم وفيتامين دي كتير عنا اشخاص معرضين او مصابين بهيك حالات ليش وكيف فينا نحل هيدا الموضوع اوكي الفيتامين دي مثل ما قلنا ممكن اللي تعرض للشمس او ما عم ناخد كفية من مصادر نحن لنقص فيتامين دي بي بجسمي اذا انا عم باكل اكل طبيعي عم بتعرض للشمس عادية ولكن انا تحولت صار معي فقر دم ونقص فيتامين دي اوكي فقر الدم شي وفيتامين دي شي اوكي مثل ما قلنا اذا ما اخدنا المصادر وتعرضنا للشمس او في مشكلة بالميتابوليزم بالجسم ممكن نصير في هيدا المشكلة يعني ممكن نكون وراتية اوكي بالفيتامين دي وهي اغلبها ما في مشاكل تاني غير انه نحن ما عم ناخد حاجتنا من الشمس او من الاكل اوكي الحديد فيه له كذا كذا مشكلة ممكن يكون عنا كرونيك انفلاميشن بالمعدة ما عم بيصير عنا امتصاص للحديد بالجسم اوكي ممكن البيناين ما عم نقدر نمتصه البيتولف لانه هول كله المسؤولين عن تكوين كريات الحمرة بالجسم اللي هي مسؤولة عن البلاد كونت يعني عن فقر الدم ككل يعني ما عم نحكي انه ناقص حديد او عنا ما عم نحكي ناقص فيتامينات عم نحكي فقر الدم كيف ممكن يصير ممكن متل ما قلت ما عنا حديدة كفية ما عم يمتصج جسم حديدة كفية البيناين او البيتولف عنا ما عم بيصير في امتصاص عنا اولسرز بالمعدة بتقدي لقلة امتصاص لهول الفيتامينز ثم ما بيصير عنا اكتمال للبلاد سيلز في كتير عوامل اذا نحنا عم ناكل ما عم يعني اذا نحنا الدايت طب عنا غنى بس ما عم بيكون عنا دايما فقر الدم مية بين مية او ممكن يكون عنا الدايت هو فقير اراضي بهول المكونات المقلة الفليت والايرون طيب خلال انا حياتي مش عم بعمل تحليل ولكن كيف فيني اعرف انه معي فقر الدم شو عوارد فقر الدم اوكي هلا العوارد شوي اه بتضيع انه ممكن تكون اه عوارد مثلا مثل اه القسل بالغد الدرقية اه اوكي لانه هون بيصير في عنا شوي هيك ضيع يعني مثلا الهششة الاضافر الشعر لما بيرق وبيهر بكترة اه الدوخة هلا عم بحكي انا على عوارد فقر الدم بيصير عنا واجع بالصدر اوكي يعني بصير عنا دقات قلب غير منتظمة اوكي او بيصير عنا كله لعوارد حتى بيصير الوجه شاحب متى ما بيقولوا لك شو اصفر لونه اصفر مية بالمية سو كله لعوارد فقر الدم حتى عنا برودة الاطراف يعني الادان المنخار الاجريم داله نمسق عين لو الجسم دفئ اوكي. شو هيدا من عوارد فقر الدم فيه منهم بيت بيت يرجح لفقر دم واي شو. والكسل الغد الدرقية اللي هي الايبو تايرويدزام متل برودة الاطراف اه هي كمان بعد solo الأغاية للغدية الدرقية اهيو. وديقة النفذة او الديقة. صدا. ايه مية بالمية الضافير ه dediقلoys يجم رميه بيتلخبط شوي الميتابوليزم طبعا الجسم إذا كان فيك لدينا كسل وإذا كان في عنا فرط بالغدة بوث ويز بيتلخبط هرمون نظام الجسد ميزان الجسم فممكن نلاقيهم بوث ويز عولا بريك عولا بريك عولا بريك عولا بريك موضوع كتير عالم يعني همن الوحيد وزني زاد وصرت البنطة لهم ما بعمل يفوت فيني ها أول كلمة بيقولة أو بتقولة شو الحل لهيك موضوع السمنة والوزن الزائد هلا يمكن أنا رح فوت بموضوع قبل ما وصل لهيدا الجواب شو السبب في أحكي عن السبب حكي لنا عن السبب السبب لهيدول الأمور أوقات كتير الفات دايتس أو الدايتس اللي منتبعه على أسبوع أسبوعين ويلا خلص يعطيك العافية ضعفنا مش الحال أولا هول الدايتس عندهم كتير سلبيات رح نكي عنهم بعدين تانيا الشغلة الوحيدة اللي بدي أقوله أنه نحنا ما منتبع نظام صحي وسليم على المدى الطويل منكون عم نتبع شيء سريع مؤقت مؤقت رح يوصلنا يمكن للبدنية بس ما رح يعلمنا كيف نعيش اللايفستايل الصحي هاي أولا تانيا أنا شو بنصح بنصح يعملوا لايفستايل صحي كيف نبلش بأشياء يعني نحط جول يكون ريزنبل إذا وصلنا له ننبسط أنه نحنا عم نعمل شيء يعني أنا ما بدي أول ما بلش دايت انزل عشرة كيلو بدي انزل عشرة كيلو بجمعتين منو ريزنبل ويمكن ما أوصل له حسب الفشل تجيفو اب بعدين لا ما بدي هيك أنا بدي فكر أنه أنا أول شيء بدي نظم نهاري مثلا في أعمل وقت للميلز طبعي قطع سناكس بين الميلز وصل لمطرح أنه أنا ما بدي حس بجوعي أنا ما بدي موت حالي من الجوع كرميل أضعف أنا بدي أعطي جسم الطاقة اللي بدوا إياها لا زيادة ولا أقل جسم شو بحاجة بدي أعطيه لا زيادة ولا أقل نامي منيح لفترات زمنية مختلفة منية بالمية نامي منيح أهم شيء كثير مهم من النوم ضل هيدريتد أشرب ماي منيح أعمل سبور يمكن ما بدي بلش بيروحها بجم وأعمل ساعتين ثلاثة سبور ببلش بنص ساعة بنهار هول الليتل تشينجز كثير بيختلفوا كثير بيعملوا فريق on the long run هول بيصيروا مثل سيستام حياتك تصير أنت عموضة عليهم لأنه عقلك بيكون أخذ هدول العادات حفظها وبصير نمط حيات تم بسطي فيها بعضين مية بالمية وهول مثل ما عمي لك بيعملوا فريق ومن بعضها فيك أنت ترجع كفة يعني بضل طريق قدامك لو أخذ وقت بس أنت رح توصل طيب أوقات نحن منتبع دايت معين ممكن يكون هيدا عم يؤدي لتساقط شعر يعني منشهد بعض النساء أو الرجال بفصل الصيف كمان أنه عم يهر شعرهم بس ما حدا بيعرف ليش بيصيروا بيسألوا شو عم تاكل وشو عم تاكلي وحسب أكلك عم يهر الشعر مظبوط هيدا الشي هلا قليك أول شي بفصل الصيف لأنه كمان الحرارة والتعرض للمي أوقات على البسين لكلور كل هول الكاميكالز بيقدوا لنشاف الشعر وتساقطوا مبدئيا من برا الشعر شو بدوا يدلوا هيدريت ونحطوا له الكريمز والمرابطة بات اللي بدوا إياها من جوه شو بدوا الجسمنا بدوا الأكل الغني بالفايتامينز والمينرالز يعني بدنا ناكل الخضار الخضر اللي في جرينز اللي هنا غنية بالماجنيزيوم غنية بالفايتامين سي فيتامين بي هول كلهم مهمين للشعر لصحة الشعر كمان بدنا لأكل الغني بالفايتامين بي لأنه بنشوية حكينا على نقص الحديد مثل شو ما أكلات متوافرة لألنا يعني لنعرفها لأممكان أنا ما بعرف شو الأكلات اللي فيها فيتامين بي أو دي أو سي لما قلت أنا لفي جرينز غنية بالماجنيزيوم غنية بالفايتامين سي مثل البروكولي مثل السبنيتش مثل الكل شي جرين أوكي أوكي كل شي خضار خضراء هولي غنية بالماجنيزيوم أكتر شي لما منحكي فوليك أسد فينا نحكي على الرز فينا نحكي على السيريالز على الكوليفلاور يعني الأرنبير أوكي والفايتامين سي لايمون من المناعرف الحمضيات البروكولي الكيوي كمان كثير غنية بالفايتامين سي هول من بعض المصادر اللي لازم يكون غنية وأكيد أكيد أكيد البروتيين مصدري كثير مهم للجسم لكل شي اللي منلاقيه بالجاج اللي بالجاج بالسمك بالبقوليات حتى في عنا بروتيين بالنطس في عنا بروتيين صحيح بس على الكمية اللي مناخدها من كل واحدة من كل واحدة طيب مع خبيرة التجميل علا كمان بدنا نعرف شوي الأطعمة اللي خاصة بالبشرة واللي بتساعد المعدة على نظارة البشرة وهيدور الأمور طيب وان ستي هايدريتد ديما الماي كتير مهمة للجسم لأنه متل ما منعرف سبعين بالمية من جسمنا هو ماي أوكي التاني طيب هي انه في عنا الفيتامين اي اللي كلنا منعرف انه الفيتامين اي بخفف البجمينتاشن بالجسم هو ممكن لقيه للفيتامين اي مثلا بالكاروت أوكي أوكي في عنا الفيتامين سي كمان نرجع للسيترس ولله لأنه الفيتامين سي كمان كتير مهم خاصوا بالنظارة مية بالمية للنظارة والكولاجين بالأميجا ثري كمان في عنا بيساعد للنظارة للنظارة مثل ما منحكي كمان بالفيتامين اي كتير مهم للنظارة للبشرة أوكي أوكي طيب عندك انتا ما تقولي عن السوائل وانه مهم جدا انه ناخد سوائل خلال النهار تقديريا ده لازم نشرب نحنا سوائل خلال النهار هلا الريكمنديشن دايما بتقول بين العشرة واثناشر كوب أوكي أوكي واذا بدنا نكون اكتر accurate منروح بين خمسة عشر ملي بر كيلو جرام أو ثلاثين ملي يعني خمسة عشر لثلاثين ملي بر كيلو جرام أوكي كيف بنعرف قديش الواحد عم يعمل اكسرسايز بزيد يعني اذا حدا عم يعمل هو بيتمرن دايلي وتقص شوب بده منموم ثلاثين ملي بر كيلو جرام لكل كيلو جرام من جسمه أوكي بنظامنا الغذائي في أكلات ما بنستغني عنها شو هي؟ ولا شي بنستغني عنه ولا شي ولا شي كلو بكمل بعضو لأنه إذا بدنا نحكي كترة التنوع الفيتامينات والمعدن والالكترولايتس اللي جسمنا بحاجة لألا بدوا ياخدها من الدايت بكافة أنواعه اللي ممكن نستغني عنه اللي هني يعني أو الدهون المشبع هدول فينا نستغني عنه أكيد 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 ما رح يكون زيرو برسنت بس أنه أتسان بوين فينا كتير نقلن الدهون المشبع بالجسم والريفاين شوگرز يعني كل شي السكرية مصنعة أوكي يعني فينا نبعد عن دوناتس كروسون هؤل القصص اللي كتير فيهم سكرية وفيهم دهون بسكر كمان السكر الأبيض أو إذا بدنا نقول والطحين الأبيض إديش أني مضريني شوية بالصحة بتحسي كل شي بالمعنى زاد نقص إذا نحنا عم ناخدهم ما في ضرر لأن السكر الأبيض أو السكر الأسمر هنا نفس الشي أوكي بس ما بدنا ناخد بكميات كبيرة أوكي أنا دايما حتى الطحين الأبيض يعني الخبز الأبيض بيقولوا شو الفرق بين خبز أبيض وخبز شوفين وخبز سبع أمحات سبع سنابة صار فيه كثير أه هلأ يجعل إليك الخبز الأبيض هو الأمحة مقشورة أوكي لما الأمحة بتنقشر بيروح كل شي فيها معادي فيتامينات بالقشرة بيدل عنا بس النشوية طيب ليه منقول الأمحة كاملة أو خبز أصمر هو مش أصمر أمحة كاملة الأمحة الكاملة بتاعتها هيدا اللون أوكي بركز دايما على الأمحة الكاملة لأنه بتكون فيها القشرة طبية الأمحة القشرة اكزاكلي اللي هي بتزيد الكمية يعني القيمة الغذائية للخبز وفيها أليف الأليف بتحسس بالشبع لوقت طويل لأنه بدأ وقت لطن هضم ومنيحة لل هيدا هو الفريق أما إذا منحكي هيدا بضعف هيدا بنصح لا ما في شي بضعف في شي بنصح خلاص هيك برأيك نقيمة الغذائية لقلهم بس هي اللي بتختلف كير ملاقيه لعبين حديد عم يلجأوا لأنهم يبتعدوا عن العجين عن السكر الأبيض عن الخبز الأبيض كمان بس لأنهم هنه بيكون عندهم عم يعملوا فتنس لجسمهم عم ينشفوا مثل ما بيقولوا من الدهون إدايش هيدا النظام عم بيكون صحي لهيدون الأشخاص أوكي إذا نحنا عم نبتعد عن الأبيض بس عم ناخد مصدر نشويات أوكي ما بدنا نقطع عن نشويات وأنا بظن أنه هني أكيد بياخدوا نشويات لأنه في ريكممنديشن للنشويات لألون فطالما هني عم يبتعدوا بس عن عن سكر أبيض أو خبز أبيض خبز أبيض بس عم ياخدوا مصدر نشويات ما في مشكلة إداي نسبة الدهون الصحية بتكون بالجسم مولو إذا بدنا نحكي للنساء في عندنا نسبة أنه الدهون عنده أعلى يجولي لأنه نسبة الدهون لفرتلتي عنده أوكي للصحة الإنجابية فعندنا من تسعة عشر ونزول أوكي الرجل من تسعة ونزول لأنه هني نسبة الدهون بجسمهم أقل تسعة نسبة الدهون لازم تكون بجسم الرجال منيح الرجال ما ما تسمعت لأنه كل واحد تسمع له عنده شي ثلاثين أربعين ما بعرف إدايش عنده دهون لا في عالم دير فتر منيح أي متى بياخد دوا مع نظام غزائي شو الحالة اللي بتستدعي هيدا الموضوع يومين إذا عنا حالة مراضية نظام الغزائي والدوا هيك أصدق ايه أوكي في كتير أمراض أو بأغلب الأمراض إذا تابعنا نظام غزائي مع الدوا بيكون في عنا نتيجة كتير بوقت أقل ويمكن في عالم بتصل لمطرح بتوقف الدوا أوكي لأنه الجسم مثل ما قلت بيولوجيا هو عم يشتغل على شو عم نعطينا إحنا فيول إذا كنا عم نعطي شي عم نتفادى في هيدا الأمراض أوكي إذا أنا عم بيخد الدوا بس أنا ما عم بنتبه شو عم بيكل ما رح لقي نتيجة أوكي بس أنا إذا عم بيخد الدوا وعم بيخد عم بيخد المزبوط عم بعمل المزبوطة فأكيد رح لقي نتيجة أعلى بكتير أعلى أوقات كمان منشهد دايتس وبرامج تنحيف لفترة مؤقتة بتعطي نتيجة ولكن بعد فترة منرجع لنقطة البداية هل المشكلة ببرنامج تنحيف أو المشكلة بالجسد؟ أوكي أكيد أكيد المشكلة بالبرنامج أوكي لأنه البرنامج اللي ما فيك تتبعه على المدى الطويل ما نه برنامج صحي أوكي أولا هول الدايتس أول الشغل اللي بيعملوا هني بيقللوا الميتابوليزم بالجسم أوكي يعني إذا نحنا بنحرق 1200 حنصير نحرق 1000 أو 800 رح يقل الميتابوليزم بالجسم لأنه ما عم يشتغله على على طريقة مستدامة أوكي هاي أولا ثانيا أوقات الجسم مش بس برجع لنقطة السفر أوقات الوزن بيزيد ضرب 5 الزيادة 5 أوكي فطبيعي هو للدايتس اللي بالوقت الأصير ما يوصلونا لنتيجة على المدى البعيد ليه لأنه كمان عنا البراين بيعمل في عنا ست بوينت للوزن بيحفظه بدأ ستة شهر لا يقدر يغيرها لا يمحي الميموري ستة شهر بدي ضلني بالدايت لا يقدر كميل فيه ستة شهر بدو البراين لا يحفظ الست بوينت الجديدة طبع وزنك فكرميل هيك دايما هول الدايتس السريعة بتلاقي العلم رجعت لو وزنه خلح لو بعد سنة بس رجع الوزن لو بعد ستة شهر أوقات بيرجع الوزن تلما عمل لك وبيزيد فهول الـ مشكلتهم الدايتس مش مشكلة الجسم طيب كمان نشهد برامج تسمين أو تطخيم إذا بدنا نقول برامج تنحيف صيام متقطع كثير من البرامج طرحت أي أكتر برنامج صحي بتحسي بحالات متنوعة اوكي لك أنا مثلا عندي صيام المتقطع ممكن الجأ له إذا كان بيتناسب مع اللايف ستايل يعني هو صيام المتقطع عنا نوعين عنا نوع اللي هو فيك تسوم 16-8 يعني تسوم 16 ساعة بتاكل بخلال 8 ساعات او 14-10 تسوم 14 ساعة بتاكل بخلال 10 ساعات النوم من أي ساعات بيقول ديبانس يعني هلا فيك تكون هيدول السيام خلال ساعات نومك يعني ديبانس على اللايف ستايل طبعك وفي عنا سيستام تاني أو بورتين من الانترميتنت فلسنج هو عبارة عن 5-2 اللي هو خمس تيام تكون عايش حياتك طبيعي وفي يومين بدك تسوم بس تاكل واجبي بالـ 24 ساعة والواجبي بدك تكون خلاله خمس تيام عم نحكي لا يومين يعني لا تسايل انت ماشي على شهر خمس تيام انا قدال لازم سوق خمس تيام تاخد الـ requirements طبعولك قدالوا جسمك بتاخدون عادي اوكي باليومين بدك تاخد 500 كالوري بواجبي واحدة يعني بهيد الـ 24 ساعة بتاكل مرة وبدو يكون تقريبا 500 كالوري للاكل طبعولك انا هيدا ما بحبه لانه كتير في النوع الاول 18 ستة او 14 عشرة ممكن روح عليه اذا بيتنسب مع اللايف ستايل لا نقول انه انا عندي وقت مسلا من هون له انا ما بتروق انا شخص ما بيتروق ممكن اقطع 10 ساعات 14 ساعة بلا اكل ممكن اتبعو بس بهيد الـ اللي انت عم بتاكل فيه او اللي ما سموح تاكل فيه بدي يكون طبعولك كمان مدروسين بدون تخبيص ما فيك تكون عم تاكل برغر وتعود مثلا تاخد 2000-3000 كالوري جسمك بدو 1500 بدي يكون في معو كمان سبار ادي الشخص في يلتزم بهيدا الضايت يتبعو للايف ستايل اوكي ادي هو ممكن يفيدو اذا ما في يتبعوك لايف ستايل على المدى البعيد ما بنصح فيه طيب هيدا الشيء لازم يمتد فيه لمندات ستة شهور اقل شيء اقل شيء اوكي اوكي فيه اشخاص كمان بس بتجوع كرميل ما تاكل بتلجأ للعلكة او للقهوة هل هيدا الشيء صحي ام غير صحي؟ ابدا ابدا منه صحي لانه لما نجوع مثل ما انه دماغك بدو فعم يبعت هيدول الاشارات ما فيك تجوع حالك لانه مع الوقت حيبطل عندك اشارات الجوع حتبطل تعرف اي متى هيدا جسم جوعانه اي متى شبع نفقدهم هولي مع الوقت اذا ضلينا نسكر عليهم فلما يجوع الانسان لما جسمك يجوع او يعطيك هالاشارات مفروض نأكل اذا كنا اكلين الميل طبعنا وجاعنا معليه او قط الجسم بحاجة لانيرجي يوم عن يوم اكتر بنا ناخد سناك صغير بنا نقطع قطعة فويكة بنا نقطع اي شيء يطعم هيدا الجوع يعطينا هيدا الفيول لجسمنا بحاجة لاله كمان بس عم بحكي عن موضوع القهوة او العلكة كتير اوات تلاقي عالم نحفظ ولكن رجعت تخنت مش لانه هي تبعت دايت معين وانما مخزون السكر رجعت طلع بالجسم بيقولوا هيك مظبوط هي قصة الانسولين هيدا شوي شو بقولوا بس اذا بدنا نحكي اوقات اذا نحنا جسمنا نزل السكر فيه برجع بيطلع بيعمل سبايك لما بتاخد الوجبة اللي بعدها يعني اذا نحنا اخذنا نشويات ضغري او اخذنا عصاير هيدا شيء حيعلي عندنا الانسولين بطريقة عالية هون لما بيعمل هيدا الاسبايك بدو يرجع يقصد لما بيقصد نرجع ما نحس بالجوع فما بعرف اذا هيدا هو سؤالك عم تدخل من دون ما تاكل يعني بيقلك الشخص انه انا جد ما عم باكل بس عم بدخل ما بعرف لاش مظبوط ولا هو عم زعبار ممكن يكون عنده شيء من دون ما نعرف بس اكيد باساسه كان في لايف ستايل منه مظبوط طيب او عد بتوجهنا كمان مشكلة اللي هي انه نحنا بيجي عبالنا ناكل كتير لو شبعنا بيجي عبالنا بعد نزيد مقدار الاكل كيف فينا نتغلب على هيدا المشكلة اوكي هلا نحنا اكلنا وصلنا للشبع وبعبدنا لانه نحنا يمكن مش بعنا تذوق مش بعنا لانه عبالنا بعد فينا نزيد شوي ما نقول لا نزيد شوي بس نكلها بوعي يعني هيدا اهم شيء منوصل اكتر من طقتنا يعني ما نحس بالتخمة اوكي فينا اوقات متل ما قالت الجسم بحاجة لانرجي يوم عن يوم يمكن يوم عملت انت مجهود اكتر يمكن منامت منيح يكون جسمك بدو انرجي اكتر اوكي اوقات كل عنا بالجسم في انفلاميشن او اي شيء معين جسم بدو انرجي اكتر فاذا زدنا شوي مرة او مرتين لاوقات نحنا منزيد شوي كمان الاكل بيؤدي لخمول بتحسي انت ما بقى قادرة تقومي ما بقى عندك الطاقة لما منخلص اكل يوزولي الجسم بيفوت على المود طبع انه بيروح على الديجيشن بيروح كل الدم لوين عالقات يعني بيصير عنا الدم كلهم بالمعدة ليعمل عملية الهضم فبالتالي ما بيكون عندك طاقة بجسمك كله اي 100 بالمئة شو لازم نلاقي حل لهذا الموضوع انه احنا ما نزيد مقدار الاكل او ما نناكل ايه ما نزيد مقدار الاكل وكمان الاكل يعني نوع الاكل اللي عم ناكله كتير بيؤثر بدي اتطرق معك لموضوع هيك على الهامش اذا فينا نقول العمل النفسي بالنسبة للاشخاص اللي بتتعرض للتنمر بسبب شكل جسده ادي هيدا بيأثر عليها وممكن يضرب النظام الغذائي بعرض الحائط لك كتير اكتير صار في هيدا الموضوع متل ما بيقولوا كتير شائع صار هيدا الايام حتى منشوف اطفال بعمر المراهقة يمكن بيؤدي لانعزال بيؤدي لوحدة بيؤدي لدبريشن في اطفال عم يوصلوا في مراهقين عم يوصلوا لهيدا المرحلة لهيدا المرحلة فاوقات اشخاص بيكون ما بقصده انا شفتك بعد فترة ضعفان شعامل كذا يمكن انت ضعفان صحة نفسية صحة جسدية ما لازم نخلي التعليق على الوزن حديث هيدا ما انو حديث كل حدا عندهم ري بالبيت قادر يشوف حاله فخلينا نبتعد عنه ونتسير باشية تانية لانه فعليا فعليا كتير عم بأسر انو الشخص اللي عم ينصح او عم بزيد بوزنه او الشخص اللي عم يضعف كمان عندهم مشاكل ما حالهم بزيادة باوقات هني بيكونوا متقابلين حالهم اذا انت عطيت هيدا تلفت لهم نظرهم يدي فباليها هل هيدا الشي بيعمل كمان اشياء عكسية بالنسبة لهم بصيروا ببطلوا ياكلوا او بصيروا بياكلوا بزيادة اكيد بيأثر بيعمل يمكن يوصل للا لانه في عالم بتروح على بتروح على بتروح على كمان بيعملوا انوركسيا نرفوزة هول كلهم او قط تطلع من ورا البولي طيب قبل ما نحكي عن الرياضة انت مع ما قولت ابو كرشي صون ولا ابو عضلي خون عشان نعرف النظام الغزائي اذا بنا نمشي عليه ولا لا لا مش معه مش معه مدربة يوغا حضرتك كمان قد بتحسي الرياضة مهمة بهاك عوامل وخاصة هايدي الرياضة وبيشوفي انها نستبدله اوكي الرياضة ان جنرال كتير مهمة للجسم لانه هي مش بس بتساعد بالصحة الجسدية كمان متل ما منعرف بتساعد بالصحة النفسية بتخفف بتخفف انكزايتي حتى بتساعد على النوم على النوم بيكوليتي احسن اوكي الفارق باليوغا بما انه انا مدربة يوغا وبحب اليوغا اللي هي دايما اليوغا فيها بارت اللي بتعمل الرياضة يعني الرياضة النفس مع الاكسرسايز هون بتساعد تواصل الاكسجين لكل اجزء الجسم اوكي هيدا البارت اللي انا بحسه فرق بينه وبين السبوري العادية انا بروحها الجم بس بتجم مش دايما عم بتعمل سينك للنفس مع الاكسرسايز باليوغا you have to اوكي بلاس عنا المديتاشن و الرياضة كمان شغلة بتريح الاعصاب كل ما خف الاسترس كل ما كانت الصحة النفسية والجسدية احسن لانه متل ما بنعرف كل الامراض اذا بترجع للعامل الاساسي المسبب بيكون عامل نفسي او الاسترس احنا عايشين بمجتمع كتير في استرس او الايام اللي وصلنا الى كتير في استرس فهي شوي بتخفف من هيدا الاسترس شو فينا نستبدالها برياضات اي انا بقول دايما اي رياضة انت بتحب تعملها وممكن تكفي فيها عملها ممكن تحب تنط الحبل مهم تحرك الجسم مهم جسمك يتحرك لانه رياضة الى متل ما قالنا تأثير على العامل نفسي على الصحة الجسدية على القلب بختام حلقتنا شو ما اقول تنصح الاشخاص اللي عم يتابعونا هلا بنظام غزائي سلس بسيط متوافر اذا بدنا نقول اوكي نظامنا الغذاء ايه؟ ايه؟ كتير غنية يعني نحن كأكلتنا الاسرق عربية كتير غنية بالانتا اكسيدار بالفايتو كاميكالي بالانتي انفلاماتوري يعنى الامح الخضرة الخضرة المتنوعة الفويكة الحبوب البقليات كلهم هوا الغناية فانا بنصح أنو نتبع نظام متنوع اكيد نلبيت نركز على الاكلات اللي نحن عم نعرفها منشيل شي يعني نتبع ناخد البروتين ناخد الكربس ناخد الفاتس الهالثي فاتس للقلب والصحة واكيد كل يوم ناخد خمسة بورشنز من الخضار والفوكي لغنيهم بالانتي اكسيدن والانتي انفلاماتي بيساعدوا لتصحة ضل احسن نبتعد عن السمنة الزيت المقلي اكيد ساتوريتد فاتس بدنا نبتعد عنهم كل شي مقالة سمن زبدة زيود مهدرجة نبتعد عنهم نستبدلهم بالزيود طبيعية زيت خلوك زيت النباتة زيت الزيتون ما نقلي نروح على الشوية فينا نشوح متل ما بيقولوا اذا بدنا شوي زيت ونشوح يعني لما بدنا نستعمل الزيت بالاكل نقدر الزيت نقدر كمية الزيت للطبخ ما ندلق دلق يعني هيدا مش كرم كمايونيز او لحوم باردة بتأيديهم ام لا ما كثير بأيديهم اوكي اوكي لانو اللحم الباردة عادة عن انو ديبانس ايا لنقول مرتديل او ما عادة عن الفاتس الدهون اللي فيها الحباش ايه اللحم الباردة بتتعرض للكروس كونتامينيشن لانو عالمكنا احنا عم نقطعها ممنع ري فايدة الشخص ليقطع المكنا اذا منظفها قبل او لا فهون في كتير كروس كونتامينيشن وبكتيريا يعني فهي ما نمنح على الجوت هالف طيب عولا شكرا كتير لالك كانت حلقة ممتعة استفضنا كلنا سواء ان شاء الله يكونوا كمان المشاهدين استمتعوا بهيدي المعلومات الغنية اللي اعطيتين اياها شكرا اشتركوا في القناة